سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من خمسة هزار وخمسة جاد سلسلة التاكتكس اللي كلها من مباريات ابطال العالم والنهاردة العشر مواقف من كابابلانكا قد ايه المواقف النهاردة ممتعة عن اي حلقة فاتت الحلقة دي هتستفيد منها جدا كابابلانكا يعني لاعب ابداعي ودقيق جدا عشان كده ماجنس بيعشاؤه وبيحبه جدا ودايما يثني عليه في كل آآ يعني اللقاءات تلاقيه بيقول كابابلانكا كابابلانكا بيحب كابابلانكا جدا آآ برضو السلسلة دي هي السلسلة اللي بنذكر فيها الناس اللي بتدعمنا آآ ما تدعين عن طريق بيترون او باي بال خليني اشكر آآ دكتور احمد حمدي بشموانديس احمد اشرف آآ استاذ الفايز واستاذ صالح اليافع شكرا انجزائينا على الدعم وبين كل موقف والتاني هقول لك نبذة عن ازاي تدعم القناة بس يلا بينا نبدأ مع اول موقف اسود يلعب ويكسب هتوقف الفيديو وتفكر وترجع لي وانا هعتبر ان انت رجعت احسن نقلة هنا بشب تيكس ايتش تري بس انا جبتها ازاي الفيل ده جامد يعني لو انا كلت هنا واكل وكلت بكش هيخش جوه اقدر اكل بكش هنا وما يقدرش ياكلني عشان هيبقى مربوط يبقى الفيل ده جامد بس لو كانت هنا ما هو ممكن ياكل الفيل الجامد وبعدين قالك لو كان الفيل الجامد بترجع بكش هتاخد وزيره فهي ده المبرر اللي انت تضحي قطعتك سهلة 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 الموقف اللي بعده شطارة كابابلانكا كانت دايما في الاند جيم اللي متابع سلسلة بيادق وملوك هيحل ده يعني بمنتهى البساطة اللي مش متبح قوي ممكن يتعب شوية في الحل ابيض يلعب ويكسب البيدق دي بترقي الجامد ده وانا هعتبر ان انت رجعت وقفت ورجعت اتمنى تكون فعلا وقفت ورجعت وحسبت الاند ده اللي هيفرق معك جدا احسن النقلة هنا هي ايش فور لو دخل على البيدق ممكن تلعب ايش فايف طبعا لو دخل على البيدق بهذا الشكل طبعا ده كلام فارغ هتزق تاني بيأكل خلاص البيدق ده بيترقى ما فيش اي حاجة بتوقفه لكن النقلة اللي تشالنجينج او نقلة اللي فيها تحدي هو انه يقول لك لا هاتلي البيدق ده تشقعت تزق في البيدق هاتو تقوم انت تقول له خد اللي انت نفسك فيه عايز ده او عايز ده خده ياخد ده تاكل وترقي التاني والعكس صحيح طب افرض قالك ولا هاكل ده ولا هاكل ده انا جاي سخف عليك اوعى تعمل مصيبة ايه يا عم المصيبة دي انك تزق كده مسلا طب ما ياكل 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 ما ده ما صيب يعني ده حاجات اللي هي بتاعت الناس اللي يعاني مخ ووقف ومش حارف يعمل ايه فبيعمل مصيبة وبستموف هنا انك تاوت فلانك يور ابوننت مين اللي فاكر الكلام الجامد ده العب وتاكل والبدأ بيترقى بمنطقة البساطة يا ريت لو انت اول مرة تشوفنا اشترك في القناة دي اول طريقة تقدر تدعمنا بيها ده اشترك في القناة تعمل لايكات تابع بيادك وملوك ده هتعلي معاك الجامد جدا 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 اوكي يبقى اول هنا انا قلت عشان تتعمل القناة لايكات واشتراكات والمتابعة ان شاء الله طيب الموقف التالت الموقف التالت اسود يلعب ويكسب وانا شفت الموقف ده اول ملعبش ترنجع من حوالي عشر عشر سنين مسلا او اتناشر سنة واول ما شفته النهاردة افتكرته وحلته صح ابيض يلعب ويكسب مش اسود ابيض يلعب ويكسب واقف الفيديو وفكر هاعتبر ان انت رجعت الحل رخ في بيدك انا فاكر اول ما شفت ده دي قلت اه ازاي عام رخ في بيدك ما هيكل والنقلة السحرية من جمالك يا بابلانكا العب انت انا هديك مات في واحد بالعافية تاكل اكل ملهاش اي حماية يا جدعان مش معقول مش معقول الشياكة ولا يطلع كده تاكل مفيش مفيش حاجة حاجة عظيمة الموقف اللي بعده سهل مش صعب ووقف وفكر اسود يلعب ويكسب دايما بحط في المواقف دي اللي بيكسب او اللي عليه اللي اللي هو اللي تحت كأنني بلعب اونلاين كأنك بتلعب على النت اللي بيلعب هو اللي تحت الحل هو مين اللي حامل وزير ده الرخ دي نحاول نمشيها روك تايكس بكيش ياكل وتاخد وزيره موضوع بسيط يعني مش صعب خالص الموقف ممكن تخش كده بس خلص الموقف بقى صعب فيك الشات هنا وبعدين ممكن تهيقلي وضع صعب جدا يعني لو انت جيت كده بتهيق لي كنت بقول مات في اتنين بكش هنا عشان تفتح الطريق ياكل ومات كده اوكي سهلة طيب قبل بنبدأ على الموقف رقم خمسة حاجة بقول لك نبذة اخرى عن الدعم ونبذة مهمة جدا 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 عشان في ناس قبل كده دعمتني على باي بال والفلوس ما وصلتش نتيجة كان في مشكلة عندي في الباي بال فالباي بال اللينك الجديد paypal.me slash gm محمد نوفل كاملة مش gm نوفل بس فانا غيرته وعملت اكاونت جديد سليم بيقدر يستقبل اي حاجة بمنتهى البساطة ومعانش في مشاكل الحمدلله يعني في الباي بال فتقدروا تدعموني على الباي بال عن طريق اللينك اللي يسابه لكم في الوصف ويلا بينا على هذا الموقف اسود يلعب ويكسب اسود يلعب ويكسب نقلة قوية جدا هنت تلعب ووقف في فيديو وفكر فيها هعتبر ان انت رجعت النقلة هي نقلة غريبة بس بس مهمة نايت تايكس اي فور ازاي الكلام ده قالك لو كلتني قوة الفلين يا جدعان كش مات طيب لو كلت الوزير تاكل الفل لا تاكل الفل ايه تدي مدفو واحد ليه يا عم هيدي كانت موجودة اصلا ايوة قالك كانت موجودة بس الوزير كان مغطيها دلوقت الوزير اكل تقوم انت رايح مرجع البيداء وخد مرجع القطعة واخد بيداء يا عم ما تدي مدفو واحد ادي مدفو واحد هتفوت على نفسك مدفو واحد عشان ترجع تكسب بيداء الموقف اللي بعده الموقف اللي بعده ده انا سعيد جدا 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 ان انا حليته صح وقف في فيديو وفكر فيه وانا هاعتبر ان انت رجعت النقلة هي التي افخر انني يعني جبتها وانشكحت يا سلام ليه بيشت بفور احسن نقلة قالك والله انا عايز اكسب بيداء دلوقتي بس مش هكسبه على طول انا ناوي اكثر رخ فرخ ياكل باعدين اكسب بيداء ايبع عندي بيداء هنا وبيداء هنا سلكين هيكسبوني بمنطقة البساطة همشي بالفيل وزوق البيداء يجي يحمي ده يلاقي التاني في وشه ووضع صعب طب افرد اكل اه قالك تاكل الاول ياكل وزوق البيداء افرد طلع كده عايز يحمي هنا ويحمي هنا ما ينفعش يحمي الاثنين ما انت عارف ان بيداء الكنار عدو الحصان زوق اهات وزير ياكل زوق تاني خلاص الموضوع انتهى زيزو فنقلة قوية جدا اوكي الموقف رقم سبعة بس قبل ما اقولك الموقف رقم سبعة حابا اقولك هاجي عن الدعم تستطيع ان تشترك في او الانتساب للقناة وهي ثلاث مراحل المراحل الاولى ان انت بس بتحب المحتوى بتاعنا وحابب تدعمنا وده مقابل خمسة عشرين جنيه مصري تقريبا كده اقل من اثنين دولار في الشهر اه وهينزلك باجات لذيذة كده بتقول ان انت بتدعمنا وهتبقى شخص مميز ودايما هنذكر اسمك في ال اه وهنذكر اسمك في اه الفيديوهات كداعم للقناة الليفل التاني هقولك عليه بس بعد الموقف ده اوكي ما هو افضل نقلة للاسود في هذا الشكل افضل نقلة للاسود في هذا الشكل هعتبر انت وقفت ورجعت وجيت نقلة عبقرية تدل على فهم عميق للشطرن روك دي سيفن هات الحصان وتسيب الرخ قالك اوه ما هو في مصايب عند الابيض بعد روك اي سيفن هات مات في واحد لو حاول يحرر نفسه بهذا الشكل بتدي كيش بيهرب وبتاكل هنا والفكرة انه ما عندوش تقريبا ولا قطعة بتلعب دي ما بتتحركش دي ما بتتحركش وهيرجع كده مثلا انتشر هيلعب كده مثلا هات الفيل هيلعب الملك عادي اطلع كده قل له هات ده وهات ده يحرر نفسه بقى كل يا معلم هات لو سمحت الحصان لا يرجع لا يجي هنا يتاكل لا يجي هنا تيجي هنا تقوم جاي كده وعايز ده تفوق ستة للاسود قد ايه كابا بلانكا بيلعب شاترانج رايق وعبقري ودقيق الموقف رقم تمانية الليفل التاني من الدعم مقابل خمس سمعين جنيه مصري وبجانب الحاجات اللي هتاخدها في الليفل الاولاني تقدر تحل المباراتين بالتفصيل معي ان شاء الله اي مباراتين تلعبهم هترشحهم هقولك فيهم الاخطاء بتاعت افتتاح اخطاء الميدل جيم محتاج تعمل ايه عشان تزود مستواك في الاند جيم والميدل جيم ايه نقاط الضعف ونقاط القوة اه ليه افتتاحك مثلا كان في مشكلة كبيرة عملت خطأ معين في الافتتاح وهكذا مطشين كاملين وهنعمل عنهم فيديو والفيديو هينزر على القناة سيذكر اسمك من الدعمين والموقف اللي بعده ابيض يلعب ويكسب والموقف ده انا حليته صح وسعيد جدا 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 باني حليته صح وقف وفكر واعتبر ان انت رجعت النقلة هي ازا جدع ازا جدع هو فيه في البيدي مات ولا بتاع قالك لا ما تخافش مش خط حتة طب اياخد الوزير هترجع الوزير بموقف احسن كش من هنا دي بقى اللي كنت لازم تشوفها لو اكل بتدي كش يهرب هنا وتدي كش من هنا واو مات طب يفرد مكلش فرد كش امشي بس قالك ادي له كده كش مات هي كده كش مات اه كش مات بالحصانين بس يضطر يرجعلك الوزير وبعدين تمشي وبعدين تاكل هنا عادي جدا عشان يرجع الماتيريال بتاعته هيكل الحصان وهي دي التكة يتاكل البيداء يبقى انت كسبت بيداء يعني كل الفيلم الهندي ده عشان كبابلان كيكسب بيداء او تزوء دي برضو قوية وتفتح للنف على الملك نفس التفاوق تفاق بقولة اتنين ونص للابيض في هذا الشكل اه موقف حلو جدا 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 الموقف اللي بعده ابيض يلعب اه ويكسب وانا محلتوش صح الاسل يعني لعبت نقلة سليمة بس مش احسن حاجة بتدي طفاق وكل حاجة بس مش احسن حاجة واقف الفيديو وفكر وهعتبر ان انت رجعت النقلة هي نايت تاكس اي فور وما انا لعبت ايه لعبت نايت بي سري بمنتهى البساطة ان الفيل ده لو سمحت هاته الفيل ده لو جي هنا بيتاكل لو جي هنا بيتاكل ولو ومشي الحصان بيروح لكن مش عاجبة الكمبيوتر اوي هي تفوق اربعة للبيض لكن مش عاجبة عشان الفيل في بيضاء هنا ياكل وبعد كده ياكل هنا مثلا او تقريبا يلعب نايت دي فايف فهو شايف ان كده لا مش حلوة اوي في احسن وفعلا نايت اا تاكس اي فور احسن نقلة عشان لو سمحت هات نفس التهديد ولو انت تاكل عادي جدا وتقدرش انتاكل هنا عشان دي هي دي المشكلة الحقيقية هات مات ما بتتحلش هتضرت ديني وزيرك يعني ما بتتحلش هيروح فين هجي كده هيتتاكل متات احسن نقلة موقف جامل جدا جدا وقبل اخر موقف هقول لك لربل رقم تلاتة من الانتساب مقابل مية ميقمسين جنيه مصري او تقريبا عشرة دولار في الشهر اااااا بجانب الامتيازات السابقة انه هينزلك البجيات بتاع داعم القناة. آآ سيذكر اسمك من الدعمين آآ دايما. وهتحل المباراتين آآ في الشهر. هنلعب كمان رابد في الشهر. هعمل جمعة لايف وجمعة تانية مش لايف. جمعة لايف وجمعة مش لايف. الجمعات دي هتبقى للناس اللي بتلعب رابد فقط. انا عمري ما لعبت رابد مع حد آآ من الناس آآ اللي موجودنا على القناة. آآ الرابد هيديك وقت اطول تفكر شوية هيديك افكار اعمق شوية. هنحل المطشاة بتاعت الرابد وان شاء الله ده يفرق معك جدا في المستوى. عايز اكد على كل الناس آآ اللي مش حبة خالص تدخل في الانتساب انها لن ينتقص من حقها في القناة اي شيء. يعني ايه? يعني بتاعي يوم لاتنين اللي دي نعب فيه تلاتة واتنين او خمسة وصفر. سابت زي ما هو. كل الكورسات المجانية اللي احنا بنعملها. مفيش حاجة منها تبقى للمنتسبين فقط. وحاجة منها آآ للي بيدفع مسلا الدعم والتاني. لا مفيش الكلام ده خالص. كل الحاجة المجانية ستظل مجانية. بس انا زودت شوية حاجات آآ او امتيازات للناس اللي هتدعم القناة. والموضوع في الاول وفي الاخر دعم لصنع المحتوى حبا فيه مش حبا في الامتيازات اللي هيقدمها. بس يعني عايز اوصل لك دي. يعني اجد ماتر ذات نفسه تقريبا مش عامل اي امتيازات خالص لاي حد وعامل ناس تدفع له ربعمائة دولار وخمسونة رقام كده كبيرة جدا. آآ ومش هيقدم لهم اي حاجة زيادة. يعني اللي هيلعب مع حد ولا هيعمل كورسات ولا هيعمل اي حاجة خالص. محدش يقول لي بتقرد نفسك بأجد ماتر ولا لا انا عرف ان رجل معدي المليون وكل حاجة بس احنا بنحاول نبص للناس الافضل ونعمل زيها. عشان كده القناة يعني تنجح بانها بتحاول توصل للناس الناس دي نجحت ازاي? نعمل زيها وننجح. اكتر من كده لأ. ودي حاجة مش عايب خالص بالعكس. انت بتحاول يكون عندها او قدوة مسلا في مجال معين وعايز تكون زيه. فليه ما كونش زي اجد ماتر مسلا بس بقدم محتوى باللغة العربية للناس اللي محتاجة المحتوى اللي بلغة العربية وعندهم صعوبة في انهم آآ يعني ياخدوا معلومة باللغة الانجليزية من آآ اي قناة اخرى. وعايز اقول لكم ان سيظل المحتوى دايما باللغة العربية. اي نعم ساعات بقول لكم المتين تنجليزي لكن ده المصلحتك والله علشان المصطلحات اللي بتتقال باللغة الانجليزية في الشطرنج مهمة جدا انيك لو حاولت تتحلل لو حاولت كتاب شطرنج لو حاولت تعمل اي حاجة هتلاقي المصطلحات دي فارقة معك جدا وبدلا ما تبقى زعلان مني ان انا مش بقول ان انا بقول انجليزي هترجع تشكرني والله في سرك وتقول كالترخير وقال لنا كلمة اللي بالانجليزي ديت وفرقت معنا. اوكي اخر موقف. كلمت كتير انا عاسف بس اخر موقف. اه اخر موقف اسود يلعب وايكسب وكباب لانك على فكرة في الشكل ده ما العبش احسن نقله. بس انا هقولك احسن نقله بس مش قللك ان انا لعب اكبر بلانك. واحد فيديو فكر فيه وانا ما حلتش اللي على دي صح انا ما حلتش الموقف ده كويس. النقلة هي نقلة صعبة. اللي انا فكرت فيه على طول. ياكل بالملك ادي له ماتف واحد. ياكل بالوزير ادي له كيش. يغطي اكل وزيره. بس الاسف رخين على الوزير والفيل وصاد الفيل والله الموقف ده الكمبيوتر مديه تفوق كبير بس يمكن ما تزبطش معاك. لو ممكن ما تعافش الترجمه. تفوق خمسة بس ممكن ما تعافش الترجمه. في اقوى من دي. في اقوى من دي كتير جدا الا وهي. اه عايز اقول لها التحليلة كمان. ممكن ياكل بالرخ وتدي كيش. لو داخل جواب ياخد مات. دي حقيقة. طب لو خرج برة. هنا. مشكلة ان ما فيش مات دي. دي المشكلة الحقيقة بقى ان ما فيش المات دي. فاحسن نقلة دي. وتعالى نشوف اين هيحصل. قالك احسن نقلة دي فايف. وعليها روك تيكس اف تو بقى المراتي. بحيث لو اكل اه كده كيش مات. لو اكل بالرخ اه كده كيش مات. لو جاي هنا. اسف اسف اسف. اكل بالرخ برضو. ولو غطى بياخد كيش مات. انا شايف ان الحلقة دي من امتع الحلقات اللي انا عملتها فيها دي السلسلة. اتمانا تكونوا استفدتوا. مستوى كون ان شاء الله يرتفع. لو سمحت راجع الحلقات القديمة وتفرج على الفيديوهات التاني بتاعة اه خمسة هزار وخمسة جد. هتفرق معك جدا. يعني الحاجات دي كلها من مواقف ابطال عالم. والكتاب اللي انا جايب منه مرشح ان احنا بشكل دوري نبص على المواقف دي لانها هتثبت المعلومة في دماغك. ولما يجي لك الشكل في ماتش بماتشاتك هتحلو بمنطقة البساطة. وبدون مجهود. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.